هخزن البرتقان شرايح زي ما هو اللي صلطة الفواكه للأكل كده زي ما هو لأعمل منه أي حاجة أنا عايزاه هيبقى البرتقان وطبعا التوقم المتاصق ليه معانا الجزر علشان يديه لقيمة غذائية عالية بيدي طعم عصير البرتقان المحترم وفي نفس الوقت يا جماعة بيدي اللون الحلو بتاع عصير البرتقان أنا لو عصرت البرتقان لوحده هيبقى لونه باهد شوية ومسفر لما بحط عليه الجزر بيديني لون عصير البرتقان الحلو جدا دي هتبقى أول طريقة هنخزن بيها النهاردة البرتقان إن شاء الله تاني طريقة بقى اللي تهمني جدا جدا هعمل عصير البرتقان المركز بالسكر بتاعه المركز جدا جدا وهيتشال في باب التلاجة لأنه هياخد السوى بتاعه على النار المزبوط يتشال في باب التلاجة ما يجرلوش أي حاجة خالص بجيب الكباية بحط تلتها بس من عصير البرتقان المركز اللي أنا هعمله أو حتى ممكن نقول عليه شرباط البرتقان وبكمل بقية الكباية مية يعني معنى كده إن الكمية اللي أنا هعملها دلوقتي هتبقى ثلاث أضعفها لما أجي أستخدمها بإذن الله شرباط البرتقان المركز عبارة عن إيه عصير برتقان وهنعرف دلوقتي عصر نص زي جزر وبشر برتقان ده مهم جدا جدا عشان يدي الطعم والنكهة القوية جدا للبرتقان وسكر وعصير لمون لتر عصير البرتقان هحط عليه كبايتين مليانين سكر بنزود السكر لأن ده مركز يا جماعة كل اللي بعمله بعد كده إن أنا بزود مية بس الطريقة التانية اللي هو بقى تخزين البرتقان هيبقى برتقان شرايح وجزر مسلوق نص سلقة بس مش أكتر من كده ده كده المقادير بك عدنا ده جزر نية عادي متكحت ومخصول كويس أو متقطع حلقات كده بالشكل ده هنا وهنا حلو كده واحدة فيهم بس هيتحط عليها بشر البرتقان اللي هي بتاعة العصير المركز بصوا يعني مثلا هي حوالي كباية مية هنا أهي كده ونفس الحكاية كباية مية برضو هنا أهي بالشكل ده تعالوا بقى دلوقتي هنا هنعمل إيه آآ 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 آ� كمان فاي وصفات فيها بيد. بتضربيه في الخلاط البشري ده بيديك طعم ونكهة عالية جدا جدا. هجيب كده طبق او هجيب كيس وروح حتى فيه البشري ده. وهغطيه. واشيله في الفريزر. طبعا بيتجمد بص اساويه كده عشان تبقى ايه قطعة واحدة زي التوم كده بالزبط اهو. بيتجمد بيبقى قطعة واحدة. تروح جاية من الجنب كده قطعة قطعة متجمدة. وتروح حتى في الفريزر مع اي وصفة فيها بيد تبقى زي العسل. وقادي البرتقانة اللي انا كحات الطبقة الخارجية بتاعتها. شايفين الطبقة البيضة سايبها ازاي? هروح جاية بقى ام اشارة كده الطبقة الخارجية البيضة دي. البيضة دي ما لهاش اي شغل معنا. لان دي اللي بيبقى فيها المرارة اللي بنشتكي منها كلنا. قادي البرتقانة اللي اول خدت الاشرة بتاعتها بشرتها. وبعد كده روح تشايله الطبقة البيضة وتروح مقطعها كده. بسم الله. حلقات كده بالشكل ده. دي اول طريقة معنا. يتخزن شريح كده بالشكل ده. وحطي عليه الجزر. علشان لو جيتي تضربيه تعمليه عصير تضربي معا الجزر منه فيه. ده اللي هيتخزن مع شريح البرتقان من غير البشر. شكرا ليه. يبرط خالص. وبعد كده بروح حطاهه في الطبق او في اللي كاس مع شريح البرتقان. التاني بقى اللي فيه البشر البرتقان ده ده لازم يتهري. عايزا يتهري تماما. ليه بقى لان ده هيتضربي في الخلاط مع عصير البرتقان الاساسي. عصير البرتقان المركز. انا عصرت اه اه حوالي اتنين كيلو او تلاتة كيلو. بيدوني الكمية دي اللتر وشوية. ده عصير برتقان مركز. طبعا من غير سكر خالص. عصرته ازاي? تعالوا فيه كزا طريقة. لازم اوريكم كزا طريقة. اول طريقة معايا. لو انا ما عنديش عصارة برتقان. هعمل ايه? هجيب اي كباية مية عندي. بس يكون تكون من تحت مشرشرة كده شوية. وهكفيها كده في بولة. بالشكل. الكلام ده امتى لو انا ما عنديش عصارة برتقان? عادي جدا يعني. مش كلنا عندنا عصارة. واروح جايبة نص البرتقانة كده. بصي. وضغطة بيديكي. بينزل العصير كله ازاي? اهو. بالشكل ده. تفضلي وراها كده. اه يا ستي? عملنا. عصارة طبيعية جدا. العصارة بقى. انا عندي العصارة دي. عصارة يدوية. واستعمالها ان شاء الله سهل جدا. بجيب برضو نص البرتقانة. هروح حطاها كده في العصارة. وضغط عليها كده. وهضغط. هضغط هي فيها مصفى من جوه وفيها مكان لتخزين العصير. كده. وبعدين هفتح. واقلبها الناحة التانية. كده. اهو. بالراحة خالص. طبعا انا شغالة بس بالراحة بوريكم الفكرة. وتعالوا نشوف بقى عصير البرتقانة اللي نزل. اهو. بصوا. ومتصفي. وزي الفل. هجيب كل العصير اللي انا عصارته هحطه في الحلة. بالشكل ده. احنا دلوقتي بقى بنعمل عصير البرتقان المركز. ياخد غلوتين. على ما ياخد الغلوتين تعالوا الجذر اللي انا سلقته مع بشر البرتقان اضربه في الخلاط. هاخد بقى شوية من عصير البرتقان ده. هحطه في الخلاط. يعني حوالي كده ايه كبشتين كده. عشان اضرب بهم عصير الجذر. ادوبه تماما. بعد كده هروح حطه عليه. تعالوا شوفوا الاول هنا بصوا لون عصير البرتقان عامل ازاي. ولما انزل عليه بالخليط بتاع الجذر ده. بصوا اللون. شوفوا الجمال. كيف هي كده. عشان لونه ما يجمعش قوي. بصوا بقى داني لون البرتقان الطبيعي اللي زي العسل. هنحط لكل لتر عصير البرتقان كبتين سكر. طبعا ده كتير قوي. كبتين للتر. وهنحط كمان لمونتين معصورين. اهو. كاني بعمل شربات. بعمل عقد شربات للحلويات. يطلع لي بعد كده. يغلي كم غلوة على فكرة السكر. لما يتحط لازم يتقلب. لان دي مش مية. مع المية لما بنيجي نعمل الشربات. لما بتحط السكر الشربات بيدوب لوحده. عصير البرتقان لأ. شايفين وبصوا لون عصير البرتقان. ده كده دلوقتي مش عصير البرتقان ده مركز البرتقان. اهو. شايفين اللون وشايفين القوان بتاعه زي العسل. شوفوا. بس كده. اه دي قام رحته طلع حلوة قوي. حلوة بجد يعني. اه لا لا حلوة حلوة يعني. طيب لما يجي بعد الوقتي اهعمله في رمضان. خلاص انا هاعقم الازايز كويس قوي. وبعد كده تكون الازايز سخنة. ويكون مركز البرتقان سخن. بالشكل ده. وبعد كده اسيبه يبرد خالص. واحط الازايز بتاعتي كلها في باب التلاجة مش محتاجة تتحط في الفريزر لانه استوى على النار. طيب في رمضان بقى ان شاء الله علينا وعليكم خير كده. هعمل ايه? اطلع الازايز اتصرف معاه ازاي? ادي الكوباية. هحط تلت الكوباية بس. من عصير البرتقان اهو. تلت بس. والباقي مية. يلا بينا. مية سقعة بقى بتلج كده حلوة في رمضان كده. ترويكم بعد السيام. بصوا. تلت. عصير البرتقان المركز. والتلتين مية. ولا بزود سكر ولا بزود اي حاجة واخد سكر واخد كل حاجة يا جماعة. ما بزودش اي حاجة عليه اكتر من المية.